بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء الطلاب والطالبات أهلاً وسهلاً بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للفصل الدراسي الأول المرحلة الثانوية المسار العام سوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم عن النظام الغذائي الصحي الفكرة الرئيسية يساعد النظام الغذائي الصحي على تلبية احتياجات الفرد من العناصر الغذائية الأساسية لتأدية مهام الحياة اليومية والوقاية من الأمراض بشكل مختصر النظام الغذائي الصحي يتكون من عدة عناصر كما تعلمون يتكون من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية وسوف نذكرها لاحقاً بالتفصيل بنهاية الدرس تستطيع عزيزي الطالب أولاً تبين المقصود بالنظام الغذائي الصحي ثانياً تستنتج أهمية النظام الغذائي الصحي في المحافظة على الصحة وتحدد عناصر الغذاء الستة الأساسية وفوائدها وتصنيفها ومصادرها وتحدد الحصص الموصابها حسب المجموعات الغذائية وتقترح وجبة غذائية صحية متكاملة وتميز بين الأغذية من حيث حالة التصنيع وتعرف على المكملات الغذائية النظام الغذائي الصحي يساعد النظام الغذائي الصحي على تلبية احتياجات الفرد من العناصر الغذائية الأساسية من خلال الآتي إنتاج الطاقة وتحفيز عملية النمو وإصلاح الأنسجة التالفة وتنظيم التفاعلات الكيميو حيوية داخل الجسم الوقاية من سوء التغذية بأشكاله كافة فضلاً عن أن الأمراض الغير معدة بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والسكت الدماغية والسرطان الغذاء الصحي المتوازن هو الذي يحتوي على عناصر غذائية مختلفة من كل المجموعات الغذائية وبالقدر الكافي لاحتياجات الجسم الضرورية تختلف مكونات النظام الغذائي حسب الخصائص الفردية مثل العمر النوع النشاط البدني كما ذكرنا أن النظام الغذائي الصحي يتكون من عدة عناصر رئيسية وهدف هذه العناصر الغذائية إنتاج الطاقة وتحفيز عملية النمو وكما تشاهدون أيضاً الوقاية من سوء التغذية وتختلف مكونات واحتياجات الفرد من العناصر الغذائية باختلاف العمر والنوع والنشاط البدني نأتي لأهمية النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على الصحة لدينا مثال كما تشاهدون هنا حضرت فتاة تبلغ من العمر 15 سنة إلى طبيبة مركز الرعاية الأولية في الحي وكانت تعاني من الخمول والتعب وبعد أن خضعت للتحاليل المخبرية نصحتها الطبيبة بضرورة مراجعة أخصائية التغذية لعمل نظام غذائي مناسب لحالتها بالرغم من أن الوزن كان طبيعياً ولا تعاني من أمراض ولكن نتائج التحاليل المخبرية كشفت عن وجود خلل في نسب بعض العناصر المهمة حيث كانت نسبة الكوليسترول العالية جداً مقارنة بعمرها وبعد مناقشة الأخصائية حول نظامها الغذائي اتضح أن الفتاة تتناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة بكثرة ويفتقر نظامها الغذائي إلى التوازن في تناول وجبات غذائية صحية متنوعة هذا المثال عندما نتحدث عنه هو مثال حي لأن بعض الأفراد لا يكون لديهم مشاكل صحية ظاهرة ويعتقد بأن النشاط البدني لا يحتاجه باعتقاده أن الحالة الصحية سليمة ولكن هذا المثال يبين لنا أن أحياناً يكون في داخل الجسم خلل فيجب عليك الفحص واتباع نظام غذائي صحي لحياة صحية سليمة نأتي للعناصر الغذائية الأساسية العناصر الغذائية الأساسية مهمة لنمو الجسم كما أنها ضرورية للمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض في حال تم استهلاكها بشكل متوازن وتنقسم إلى ستة أنواع رئيسية هي الكربوهيدرات والفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات والدهون والماء كما هي موضحة في الجدول التالي هذا الجدول يوضح العنصر الغذائي وفوائده وتصنيفه وما هي مصادر هذا العنصر نأخذ العنصر الأول وهو الكربوهيدرات كما تشاهدون الكربوهيدرات فوائدها جدا مهمة وهي تعتبر المصدر الرئيس للسعرات الحرارية في الجسم وتستخدم لتوفير الطاقة والحرارة وتساعد أيضا على تنظيم الدهون في الجسم وتساعد على إصلاح الخلايا التالفة وتصنيف الكربوهيدرات البسيطة هي سريعة الامتصاص في الجسم والنوع الثاني الكربوهيدرات المعقدة ويحتاج الجسم إلى تكسيرها ليتم امتصاصها فمصادر تلك الكربوهيدرات من أين؟ من السكريات الأساسية مثل الفركتوز والجلوكوز العطعمة الطبيعية مثل الفواكه والألبان وأيضا من المصادر النشويات والألياف مثل المكسرات والبطاطس والبقوليات إذن هذا النوع الأول تحدثنا عنه من العناصر الغذائية الكربوهيدرات نأتي للعنصر الآخر وهو الفيتامينات وذكرنا لكم أنها تساعد على المحافظة على صحة الجسم وبناء خلايا جديدة وتصنف فيتامينات ذائبة في الدهون وهي فيتامين ألف ودال وها وك وفيتامينات ذائبة في الماء وهي مجموعة فيتامينات بي وفيتامينات جي نأتي لمصادر الفيتامينات من خلال بعض الخضروات الخضراء والجزر كما تشاهدون ألف وفيتامين دال من خلال الحليب والبيض وها من خلال زبدة الفول السوداني اللوز وكاف من خلال الملفوف والقرع وأيضا فيتامين با من خلال الأسماك والدجاج وفيتامين جي أو فيتامين سي البرتقال والفراولة استكمالا أيضا للعناصر الغذائية لدينا الأملاح المعدنية وفوائد الأملاح المعدنية أنها تساعد على تكوين العظام وخلايا الدم الجديدة وعمل العضلات والجهاز العصبي إذن فوائد الأملاح المعدنية تتضمن في أنها تساعد على تكوين العظام وعمل العظام العضلات والجهاز العصبي وتصنف إلى عنصرين العناصر المعدنية الكبرى والعناصر المعدنية الصغرى الكبرى هي الكاليسيوم والمغنيسيوم والصغرى الحديد والزنك نأتي لمصادر الأملاح المعدنية مثل الكاليسيوم ويأخذ من الحليب ومشتقاته والمغنيسيوم من الخضروات الورقية المكسرات ومن المصادر أيضا الحديد والزنك الحديد يأخذ من السبانخ والطماطم والعدس والزنك من الفاصولية كما تشاهدون أيضا هناك العنصر الآخر البروتينات وفوائد البروتينات أنها تساعد على بناء وإصلاح وحفظ أنسجة العضلات والأعضاء الداخلية والجلد مصدر آخر للطاقة في الوجبة الغذائية إذن البروتينات هي عنصر مهم للجسم وكما تشاهدون من فوائده بناء وإصلاح وحفظ أنسجة العضلات والأعضاء الداخلية ويعتبر مصدر آخر أيضا للطاقة وتصنيف البروتينات تتكون البروتينات من الأحماض الأمينية هناك عشرون حمض أميني منها اثنى عشر تصنع في الجسم بينما ثمانية يحصل عليها من خلال الغذاء ومصادر البروتينات دائما لدينا مصادر حيوانية ومصادر نباتية المصادر الحيوانية مثل الحليب ومشتقاته واللحوم والمصادر النباتية مثل البقوليات والأرز إذن ذكرنا لكم الأملاح المعدنية والبروتينات وفوائدها وتصنيفها ومن أين تأخذ استكمالا للعناصر الأساسية للغذاء الصحي الدهون نتكلم هنا عن الدهون الصحية فوائد الدهون الصحية هي عنصر أساسي في تركيب الخلية وتحافظ أيضا على حرارة الجسم وتساعد على امتصاص الفيتامينات في الجسم إذن الدهون الصحية فوائدها وهي مهمة جدا في جسم الإنسان وهي عنصر أساسي في تركيب الخلية وتصنف الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة والدهون المتحولة الدهون غير المشبعة تعد من أفضل أنواع الدهون لأنها تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب لدورها في تقليل مستوى الكوليسترول الضار ورفع مستوى الكوليسترول النافع ونأتي للتصنيف الآخر من الدهون وهو الدهون المشبعة وتعرف بالدهون الضارة لأن كثرة استهلاكها مرتبط بارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب ونأتي للدهون المتحولة تعد أخطر أنواع الدهون وتتكون نتيجة تعرض الزيوت السائلة لغاز الهيدروجين وتسمى هذه العملية بالهدرجة إذن الدهون لها ثلاثة أنواع كما تشاهدون غير مشبعة مشبعة دهون متحولة نأتي لمصادر تلك الدهون المصادر النباتية والمصادر الحيوانية المصادر النباتية مثل زيت الزيتون وزيت دوار الشمس والمصادر الحيوانية مثل الأسماك مصادر خاصة بالدهون لنتكلم عن الدهون الغير مشبعة تلك المصادر الخاصة بها الدهون التي تعد من أفضل أنواع الدهون والدهون المشبعة مصادرها تلك التي تعرف بالدهون الضارة لكثرة استهلاكها إذن تلك المصادر مرتبطة بالدهون المشبعة ومصادر الدهون المشبعة دهون حيوانية وجبات سريعة مثل الشحوم والسمن ومثل قطع الدجاج المكلية نأتي للنوع الثالث وهو أخطر أنواع الدهون ومصادرها تكلمنا هنا الدهون المتحولة تعد من أخطر أنواع الدهون وتتكون نتيجة تعرضه أو تعرض الزيوت السائلة لغاز الهيدروجين وتسمى هذه العملية بالهدرجة كما تشاهدون مصادر الدهون المتحولة والضارة مثل السمن النباتي ودهون مهدرجة جزئيا مثل الزيوت المهدرجة وهي ممنوعة الآن في جميع الأسواق الماء وأهمية الماء بالنسبة للإنسان وجسم الإنسان وفي حياته يتكون جسم الإنسان من 55% إلى 75% من الباء ويحافظ الماء على درجة حرارة الجسم ومن فوائد الماء أيضا يقوم بترطيب المفاصل والعمل كمخفف ضغط عليها ومن فوائد الماء أيضا يحمي النخاع الشوكي والأجهزة الأخرى الحساسة ويساعد على عملية الهضم وامتصاص الغذاء ينصح بشرب ثمانية أكواب على الأقل من الماء يوميا كما تعلمون أن الماء يعتبر جزء مهم للفرد سواء الرياضي أو غير الرياضي الرياضي يجب أن يشرب الماء بكميات كبيرة لأنه يفقد السوائل أثناء ممارسة النشاط البدني وينصح بشرب الماء بمعدل ثمانية أكواب في اليوم الواحد للفرد إعداد وجبة غذائية صحية مما تعلمت سابقا هناك خمس مجموعات أساسية للغذاء حيث توفر كل مجموعة العناصر الغذائية المهمة للجسم وهي مجموعة الحبوب ومنتجاتها مجموعة الخضروات والفواكه مجموعة البروتين مجموعة الحليب ومشتقاته مجموعة الدهون ولكي تكون الوجبة الغذائية صحية ومتوازنة ينبغي أن تشتمل على حصة غذائية من كل المجموعات الغذائية وهنا الحصة الغذائية كمية محددة ومحسوبة من الغذاء ويتم قياسها بالكوب أو الغرامات أو القطعة أو الشريحة حسب نوع الغذاء وطبيعته وبما يتناسب مع العمر والنوع والنشاط البدني اليومي إذن ذكرنا لكم أن الحصة الغذائية يجب أن تتكون من عناصر محددة نأتي لأنواع الأغذية كما في الجدول تشاهدون لدينا نوع من الأغذية وتعريف بهذا النوع وأمثلة نأخذ النوع الأول وهو الأغذية الطبيعية ولدينا أيضا الأغذية مصنعة جزئيا والأغذية فائقة التصنيع تعريف الأغذية الطبيعية هي الأغذية الموجودة في الحالة الطبيعية بدون تدخل بشري ولتزال تحتفظ بعناصرها من الفيتامينات والمعادن والألياف سليمة وهي بذلك تعد أغذية ذات قيمة غذائية عالية إذن هذا النوع الأغذية الطبيعية وهي التي تكون موجودة بدون تدخل بشري وتكون سليمة وتحتفظ بعناصرها ومن أمثلتها الأغذية الطازجة داخل المنزل مثل الخضروات والفواكه والطحين الكامل واللحوم الطازجة الأغذية المصنعة جزئيا هي الأغذية التي تغيرت عن حالتها الطبيعية إذن هنا في تدخل بطريقة ما أثناء تصنيع الطعام كالطبخ أو التعليب أو التجميد أو التجفيف وتعد هذه الأغذية مفيدة ولها قيمة غذائية ومن أمثلتها أيضا منتجات الحليب ومشتقاته زبدة الفول السوداني، الدقيق الشوفان، الفواكه المجففة الخضروات المجمدة، بودرة القهوة وعصائر الفاكهة الطازجة والنوع الثالث الأغذية فائقة التصنيع وهي الأغذية المعدة من مكونات مشتقة أو مستخرجة من الأغذية وتحتوي على كميات كثيرة من المواد الكيميائية للحفاظ على الغذاء أو لإكسابه لونا أو مظهرا أو إضافة نكهة فهي أغذية تفتقد للقيمة الغذائية ومن أمثلتها المشروبات الغازية، رقائق البطاطس والحلويات وقطع الدجاج ومشروبات الطاقة نأتي للمكملات الغذائية تعرف المكملات الغذائية بأنها عناصر غذائية مصنعة تحاكي تأثير العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة الطبيعية يمكن أخذها لتعويض النقص في الجسم عند الضرورة نتكلم عن المكملات الغذائية وهي أغذية مصنعة تحاكي الأغذية الطبيعية لكن يجب علينا أن لا نستخدم تلك المكملات إلا باستشارة أخصائي أو طبيب كما تشاهدون لا تحتاج أن تستهلك مكملات غذائية ما دم تتمتع بصحة جيدة ويحصل جسمك على احتياجه من المواد الأساسية للنمو والحركة عبر تناول الوجبات الغذائية المتوازنة كما أن المكملات الغذائية ليست بنفس جودة المكونات الطبيعية الحالات الصحية لتناول المكملات الغذائية قد تكون المكملات الغذائية ضرورة في بعض الحالات الصحية مثل الأشخاص ممنهم فوق الخمسين سنة النساء الحوامل والمرضعات الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي قد تمنع الاستفادة من بعض العناصر الغذائية مثل حساسية الطعام صعوبة الحصول على العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي اليومي إذن عزيزي الطالب المكملات الغذائية إذا كانت حالتك الصحية سليمة وجميع العناصر الغذائية تكون بشكل طبيعي فلا ينصح بأخذ المكملات الطبيعية الغذائية التي تكلمنا عنها إلا لمن هم فوق الخمسين سنة والنساء والحوامل والمرضعات من أمثلة المكملات الغذائية فيتامين ألف يوجد على شكل أقراس ويساعد الجسم في تحسين الرؤية والنمو وتقوية المناعة فيتامين سي يوجد على شكل أقراس أو شراب فوار لتقوية الجهاز المناعي ومقاومة أعراض نزلات البرد فيتامين دال يوجد على شكل أقراس ويساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضرات أيضا من الأمثلة حمض الفوليك يوجد على شكل أقراس وله دور أساس في المرحلة المبكرة من الحمل فهو يحد من مخاطر إصابة الأجنة بعيوب خلقية ومن الأمثلة أيضا الحديد ويوجد على شكل أقراس ويعالج أيضا المصابين بفقر الدم الأنيمية والزنك يوجد على شكل أقراس ويساعد في التخلص من تسمم المعادن الثقيلة كالزئبق والرصاص والألمنيوم والزرنيف والكاديميوم ويدعم جهاز المناعة ومن المكملات أيضا أوميغا ثري يوجد على شكل أقراس ويساعد في الوقاية من الإصابة في أمراض القلب لأنها تعتبر مسيلا طبيعيا للدم وتمنع التصاق الصفائح الدموية بجدار الأوعية مكملات البروتين في حالة عدم تمكن بعض الرياضيين من تناول ما يكفيهم من البروتين من الطعام فيمكنهم تناول كميات تعويضية من مكملات البروتين على أن لا يتجاوز ذلك احتياجهم الكلي من البروتين هنا تنبيه عزيزي الطالب والطالبة أن تناول المكملات الغذائية وعدم الالتزام بالتعليمات المدونة على عبوة المستحضر أو إلى إرشادات الطبيب المختص يعرض الشخص إلى الإصابة بالمشاكل الصحية من أهمها مشاكل في الكبد والكلام لذا من المهم استشارة الطبيب عند أخذ المكملات الغذائية في نهاية درسنا لهذا اليوم عزيزي الطالب والطالبة ماذا تعلمت؟ أن الغذاء الصحي المتوازن هو الذي يحتوي على عناصر غذائية مختلفة من كل المجموعات الغذائية وبالقدر كافي لإحتياجات الجسم الضرورية وتنقسم العناصر الغذائية أيضا إلى ستة أنواع كما ذكرناها الكربوهايدرات والفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات والدهون والماء ولكي تكون الوجبة الغذائية صحية ومتوازنة ينبغي أن تشتمل على حصة غذائية من كل المجموعات الغذائية الأساسية وتتميز أيضا أن الأغذية الطبيعية لها قيمة غذائية عالية على العكس من الأغذية فائقة التصنيع وتعلمنا أيضا أن المكملات الغذائية تؤخذ لتعويض النقص في بعض العناصر الغذائية في الجسم وليست بديلا عن النظام الغذائي الصحي وتعلمنا أيضا أنه توجد أنواع متعددة من المكملات الغذائية من الفيتامينات والمعادن ومكملات أوميغا ثري ومكملات البروتين ويجب استخدامها وفق التعليمات الموضحة على المستحضر أو من خلال الطبيب هنا نشاط منزلي عزيزي الطالب والطالبة ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية مع تصحيح الخطأ إن وجد الحصة الغذائية هي كمية غير محددة من الغذاء اختر الإجابة أو ضع علامة صح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد يحتوي الغذاء الصحي المتوازن على عناصر غذائية مختلفة من كل المجموعات الغذائية ضع صح أو خطأ تعد الأغذية فائقة التصنيع أغذية ذات قيمة غذائية عالية ضع صح أو خطأ وإن كان هناك خطأ قم بتصحيح الخطأ عصائر الفاكهة من أمثلة الأغذية الطبيعية أيضا ضع علامة صح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد وعرض تلك الإجابة على معلمك في المدرسة ختاما عزيزي الطالب والطالبة أشكركم على حسن استماعكم لدرسنا لهذا اليوم ونلتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته